ازاك يا فنم؟ اهلا وسلم ازاي الحال؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام ان المجمعات الاستهلاكية دي لكونا زي ما نسميها الجامعية الجامعات الاستهلاكية دي ايوة استهلاك بس الاول شرف ليه وجودي في هذا المبنى لالعلم اللهك التلفزيون المصري تسبيره طبعا وظهوري على القناة الاولى وبرنامجتها ساعة مع واجهة اعلامية مشرفة الله يحفظ والسام على صدر لا يا فنم ده شرف لينا يعني نمورنا طب مننا بقى ايه الاخبار؟ المجمعات اخبارها ايها؟ فيها الحاجة اسعارها عاملة ازاي؟ في حاجة نقصة لا سمح الله؟ الحمد لله الحالة مطمئنة جدا بس محتاجة رسائل ترشيدية من حضرتك والاعلمين المحترمين اللي خلواتنا الجمهور المستلقين ما خدش اكتر من في حاجة اسمها شراحة في التسويق ما خدش اكتر من حاجتي يعني خدش المواطن بدل ما ااخد كيس ولا تنين ولا تلاتة تلاقي واخد بالعشرين بكرتونة الزيت بكرتونة السنة ما بيسيبش مقى مساحة لاخوه وياخد مكانه فما بلاقيه انا عن نفس جيت نزلت احضر هبارات وجيت اشتري فجئت وانا طلع عالكاشير قال لي رفن ده اتنين ازازة واتنين كيس واتنين رز واتنين سكة عشان بيخافوا ان الناس تاخد الحاجة في حد بياخدها لبيت وفي حد بياخدها وانتاجر فيها برا لكن انا بقى لو احمد حساب غيري هلقى كل حاجة مطمئنة استدقني ما عندناش والله 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 ما عندناش اي يعني اي لقطة في الارصد مخزنة مليانة الحمد بالله زيت موجود مطمئنة عدس انت ساعمل اول امبارح رز الحمد لا العدس عندنا موجود بحضاشر جنيه واحد وعشرين جنيه نصف كيلو برا بستين جنيه يعني الكيلو عندنا باتنين واربين جنيه اجود وحاجة مستورة برا بستين جنيه برا بستين عندنا باتنين واربين ان شاء الله لا الكيلو باتنين واربين النصف كيلو معبق بواحد وعشرين جنيه اما انا فاهم يعني الكيلو باتنين واربين وبرك كيلو بستين صحي كده زيت اهو ده انا شايف السوق السودة عمل فيه طفرة غريبة الشكل انا عندي زيت مطمئن في جمعاتي يعني يكفيني لغاية رمضان ويعدي ستة شهور